يا سيد ويربيرجر أهلا بك كيف تقيم الخارجية الأمريكية نتائج مفاوضات الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول؟ إذن شكرا للاستضافة مساء خير يا أحمد والوليد المتاهدة ترى أنه أو الوليد المتاهدة بشكل عام تدعم أي جهود ديبلوماسية وأي مفاوضات كما كنا نفضل من قبل هذا الغزوء الروسي للأوكرانيا كنا نفضل المصاري الديبلوماسي وكنا نتابع المصاري الديبلوماسي وكنا ندف كل الأطراف لوصول إلى حل السلمي وهالديبلوماسي ولكن في نهاية المطاف الهكومة الروسية أغلقت الباب لأي مفاوضات لأي مصاري الديبلوماسي مع الغزوء مع الحرب بوتين والحرب الوحشية على الأوكرانيين إذن الآن الوليد المتاهدة تحترم مقارنة بالروسية التي لا تحترم سيادة الدولة الوليد المتاهدة تحترم سيادة الدولة والوليد المتاهدة تحترم حق الأوكرانيين وحق الهكومة الأوكرانية وحق الرئيس زيلنسكي أن يأخذ القرار بالنسبة للمفاوضات هل هم سيدخل في المفاوضات مع الروس أم لا إذن الوليد المتاهدة تدعم الأوكرانيين بكل صراحة كما أسمعنا من وزير بلينكين اليوم في المؤتمر الصحافي في المغرب نحن ليسنا متفاعلون بالنسبة للمفاوضات لأننا نعرف النهج الروسي ونعرف كيف كانت الحكومة الروسية قامت بهذه الكلام حول المفاوضات ولكن في نفس الوقت اليوم كل دكاقة كل سا نرى الصواريخ والضربات والهجومات الروسية على الأماكن المدنية والمدنيين والأطفال والمستشفيات والمندارس داخل أوكرانيا طيب بالرغم من هذا الدعم الصريح ومتعدد الأوجه الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا إلا أن الوفد الأوكراني المفاوض اليوم في إسطنبول طالب بدول ضامنة لما سيتم الاتفاق عليه مع الجانب الروسي وحدد دولا بعينها هي بولندا وكندا وتركيا وإسرائيل لماذا لم يذكر الوفد الأوكراني المفاوض الولايات المتحدة الأمريكية كدولة ضامنة في نظرك؟ إذن لسنا من الممكن أن أتكلم بإسم الأوكرانيين الموقف الأمريكي واضح جدا ونحن ندام الأوكرانيين إنسانيا أسكريا دفاعيا اجتماعيا وإنسانيا نحن ندام الأوكرانيين ندام الهكومة الأوكرانية كما كنا ندامهم من الغزوء الروسي الأول في 2014 إذن لازم لا ننسى هنا من المعتدية من كامبي الغزوء من بدأة هذه الهرب إذن وريد المتحدة تدعم الأوكرانيين مع المساعدات الإنسانية واقتصادية والدفاعية طيب ذكرت قبل قليل سيد سامويل بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم وحدة أراضي أوكرانيا ما موقف واشنطن مما عبر عنه أكثر من مسؤول الروسي اليوم عن تركيز النشاط العسكري في إقليم دونباس وكأن موسكو تقولها صراحة دونباس والقرم خارج أي تفاوض مع الجانب الأوكراني ما موقف واشنطن إذن في نهاية المطاع في الموقف واشنطن كما ذكرنا نحن نحترم سيادة الدولة نحن نحترم حق الحكومة المنتخبة الأوكرانية لإتخاذ القرار بالنسبة للمفاوضات بالنسبة للمفاوضات الولايات المتحدة تحترم سيادة الدولة وسيادة الأقليم ولذلك نحن نرى أن قرم هو جزء من أوكرانيا دونباس ودونسك ولوغانس وكل هذه الأماكن يسمي انفصالية هي جزء لا يتجزء من أوكرانيا وعلى الرئيس زيلنسكي والهكومة الأوكرانية أن تأخذ أي قرارات بالنسبة للمفاوضات طيب سيد سامويل سؤال أخير الحكومة البريطانية تقول اليوم إن المطلوبة من موسكو هو الانسحاب من الأقاليم الأوكرانية فقط ولكن من سيتحمل تكاليفة إعادة إعمار ما دمره الجيش الروسي في أوكرانيا هل لدى واشنطن مقاربة في هذا الشأن؟ إذن ليسنا فقط سؤال حول إيادة الإمار هناك سؤال حول جرعا من الحرب ولازم تكون محاسبة الآن هناك محاسبة بالنسبة للأقوبات التي فرضناها على الروسية بتنسيق مع هلفاءنا في كل إنهاء العالم إذن هناك محاسبة الآن ولكن بدون شك ستكون محاسبة أكثر بالنسبة إيادة الإمار والدلائل سنقدم الدلائل للمحاكمات حول جرعا من الحرب التي الآن ترتقبها القوات الروسية إذن نعم بدون شك لازم يكون أو تكون مناقشة حول إيادة الإمار ولكن الآن الأهم شيء لازم الروسية لازم الهكومة الروسية أن تساحب قواتها من الأراضي الأوكرانية أشكرك السيد سامويل ويربرجر المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية كنت معنا من مدينة دبي شكرا جزيلا لك